اهلا بكم الى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعناوين خيارات محدودة امام منتجين نفط ونتائج اجتماع الدوحة المرتقب تحدد مسار الاسعار وسط ضبابية الاسواق تونس تلجأ الى اسواق المال العالمية سعيا الاقتراض وتغطية جزء من عجز موازنتها التكاتف الاجتماعي يحد من معاناة الحرب في سوريا بلدة محردة نموذج للتعاون بين المغتربين والمقيمين اهلا بكم يلتقي مماثلون عن الدول المنتجة للنفط يوم الاحد في العاصمة القطرية الدوحة كل يحمل ملفات ورؤى مختلفة عن الية يؤمل منها تحقيق الاستقرار في اسواق النفط العالمية ودفع الاسعار صعودا بما يدر مداخيل عامة تحد من عجز الموازنات الحكومية للدول المصدرة فما هي الخيارات المتاحة امام اجتماع الدوحة؟ حسن يوسف ثلاثة خيارات متاحة امام منتجي النفط في اجتماعهما المتوقع انعقاده في الدوحة لكل منها مفاعله في الاسواق العالمية الخيار الاول يتمثل بالاتفاق على تثبيت سقف الانتاج عند المستويات المسجلة في شهر كانون الاول ديسمبر الماضي وهي مستويات مرتفعة نتيجة عن عوامل التقص حيث يرتفع الاستهلاك الى حدوده القصوى ومعه الانتاج والتصدير ومع افتراض موافقة ايران على السير في اتفاق كهذا فان الاسعار لن ترتفع على المدى القصير الا بنسب محدودة مدعومة بالعامل النفسي ولكن قد ينجح في تثبيت الاسعار على المدى المتوسط الخيار الثاني هو فشل التوصل الى اي اتفاق ما يعني دفع اسواق الخام الى المجهول مع ميل كبير في الاسعار الى الهبوط مدعوما بالتنافس على تسويق الانتاج وفوضى فائض المعروض الذي يمكن ان يستمر لسنوات عديدة في ظل اسرار دول الخليج العربية على الضخ بكامل طاقتها الانتاجية وهو ما تؤكده تقارير وكالة الطاقة الدولية الخيار الثالث هو التوصل الى اتفاق تستثنى منه ايران نتيجة اسرارها على استعادة كامل حصتها السوقية كما كانت عشية فرض العقوبات هو ما يمكن ان يدفع الاسعار الى تقلبات محدودة مع ميل طفيف الى الانخفاض والسبب اضافة نحو مليون ونصف مليون برميل يوميا الى فائض المعروض النفطي الحالي البالغ مليونا ونصف مليون ويبدو ان الخيار الاخير هو الاقرب الى الواقع الاسيما في ظل تأكيد وزير النفط الايراني عدم مشاركته في اجتماع الدوحة الذي يرتقب ان تكون نتائجه هشة وقد لا تدوم طويلا قالت شركة اني الايطالية انها تركز جهودها على بدء الانتاج في حقل ظهر قبلة السواحل المصرية نهاية العام المقبل وكانت شركة تمكنت من بدء الانتاج الاختباري الشهر الجاري وذلك بعد ستة اشهر من اكتشاف الحقل الذي يتوقع ان يحتوي على احتياطيات من الغاز تفوق ثلاثين تريليون قدم مكعب لفت عضو الحملة الفلسطينية للمقاطعة الاكاديمية والثقافية لاسرائيل حيدر عيد الى ان حملة المقاطعة الاسرائيلية تهدف الى نزع شرعية اسرائيل ويجب ان تتخذ اشكالا عدة منها المقاطعة الثقافية والاقتصادية وبرغم استمرار التبعية الاقتصادية للاحتلال في كل من نظيفة الغربية وقطاع غزة دعا الفلسطينيين الى تجنب شراء السلع التي لها منتج محلي بديل وتشجيع المنتج المحلي منع استيراد مشروبات تابوزينا بسبب ان الشركة التي تنتج هذه المشروبات تدعم ماديا وماليا بعض الوحدات المقاطعة في جيش الاحتلال الاسرائيلي منها وحدة جفعاتي التي قامت بارتكاب مجزرة الشجاعية على صعيد المثال كذلك شركة التي تنتج تنوفا وهي الالبان الاسرائيلية وهذه الشركة ايضا تدعم جيش الاحتلال الاسرائيلي ولاحظي انني اتحدث عن منتجات وبضائع يوجد لها بديل فلسطيني وبديل عربي متوفر في الضفة الغربية وقطاع غزة تتابعون هذا الحوار كاملا يوم السبت في تمام الخامسة ونصف مساء بتوقيت القدس الشريف والان الى تونس التي تتجه لاصدار سندات بقيمة مليار يورو سعيا لتغطية جزء من عجز موازنتها ويتوقع ان تقوم الحكومة بالتفاوض مع مستثمرين في عواصم اوروبية عدة وتواجه تونس صعوبات مع تراجع ايراداتها من السياحة بعد تعرضها لهجمات ارهابية واندلاع احتجاجات بسبب البطالة منعت سلطات المغربية نحو 20 شخصا من التظاهر في الدار البيضاء واتلفت لفيتات رفعوها احتجاجا على نهب الاموال العامة هذه المجموعة من الشباب المغربي كانت قد اطلقت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعت فيها الى محاسبة المتورطين بسرقة الاموال العامة ولسيما بعدما ورد اسم الكاتب الخاص الذي يدير ثروة الملك محمد السادس محمد مونير الماجدي في تسريبات وثائق باناما تتميز مدينة محرد شمال حماب الدعم الكبير الذي يقدمه ابناؤها المغتربون حيث تتنوع المساعدات العامة المقدمة بين مدية وانسانية بعد في تخفيف اثر الحرب واعانة الاسر التي فقدت ابنائها على الخروج من محنتها سائر اسليم خلال الاشهر الاولى من الحرب السورية انشأت مدينة محرد الجمعية الاهلية التي يدعمها المغتربون من ابناء المدينة وذلك بهدف تقديم كل انواع الدعم وتعويض المتضررين جراء القصف بالصواريخ والوقوف ماديا الى جانب اسر الشوادة كان يجينا تبرعات من الاقتراب بشكل جيد وكان يجينا تبرعات سخية جدا من الداخل عندنا هنا في محردي اللجنة الاهلية تتألف من عدة مجموعات تتقاسم المهام فيما بينها وذلك لتقديم المساعدة على المستوى الصحي للجرحة وعلى مستوى الطعويد المالي للمواطنين الذين تضررت منازلهم عمل اللجنة نحن منوقف مع المصاب ويتم متابعة امور علاجه بالكامل بحيث ان المصاب ما يتكلف ولا ليراسوري وقدمت اللجنة الاهلية الاعانات الطبية لنحو 1800 جريح كما تم تقديم الاعانة المالية لأكثر من 900 من أصحاب المنازل المتضررة وذلك بعد تقييم حجم الضرر وتقديم اعانة مالية تقدر بـ 30% من قيمتها تقوم اللجنة الاهلية من خلال فريق المهندسين التابع لها بزيارة مكان الإصابي بشكل فوري لتقرير أو لتحديد مدى الإصابي في المنزل هذه المساعدات لا تهدف إلى الحلول مكان دور الدولة بل تعتبر مكملة وتعبر عن التضامن الأهلي بين المواطنين ريثما تتمكن الحكومة من إحصاء الأضرار وتوفير الدعم الملائم للسكان ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 11% وذلك في الفترة ما بين كنون الأول ديسمبر وشباط فبراير وعند استثناء القطاع الزراعي ترتفع البطالة عن 13% وذلك بسبب تأثير قطاع الخدمات أو تأثير قطاع الخدمات بالأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد في فرنسا اعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين ضد قانون العمل الجديد وكانت مدن عدة من ضمنها العاصمة باريس قد شاهدت تظاهرات متفرقة ويواصل اتحاد النقابات العملية في فرنسا بتحالف مع النقابات الطلابية الحركات الاحتجاجية الهادفة إلى إلغاء التعديلات القانونية التي نصت على الزيادة في عدد ساعات العمل وسمحت بفصل العمال وخفض الرواتب ترجمة نانسي قنقر الحكومة تسعى إلى كسر حركة الإضراب وإيجاد شرخ بين العمال والشباب اليوم نحن سعداء بوجود الموظفين إلى جانبنا في الشارع وسنواصل الاحتجاجات حتى تسحب الحكومة هذا القانون الجائر طالبت دول الأوروبية الخمس والكبرى مجموعة العشرين بوضع لائحة سوداء بالمالات الضريبية والنظر في فرض عقوبات عليها وقالت الدول الخمس وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا إن رفع السرية عن هويات مالكي شركات الوهمية بات أمرا ضروريا وذلك في الرسالة نشرت في واشنطن قبيل انعقاد اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين تعهدت وزارة الاقتصاد في باناما بالامتثال للمعايير الدولية لتبادل المعلومات الضريبية بشكل تلقائي وقال وزير الاقتصاد على أهمش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي قال إن بلاده ملتزمة بتعاون مع المجتمع الدولي للكشف عما يخدم التحقيقات في قضية شركة موساك فونسيكا وبمواصلة تنفيذ إصلاحات مهمة لتعزيد شفافية نظامها المالي والقانوني شركات أبل وولمارت وجنرال إلكتريك ضمن أكبر خمسين شركة أمريكية قامت بإداعي 1400 مليار دولار في الجنات الضريبية منذ ما بعد الأزمة المالية حتى عام 2014 بهدف خفض ضرائبها وذلك وفق منظمة أوكسفام وتم نقل هذه الأموال عبر شبكة غامضة وسرية من 160 شركة في جنات ضريبية في وقت تستفيد هذه الشركات من 11 ألف مليار دولار من أموال دفعي الضرائب وهي أموال عامة تقدم كضمانات للقروض أو مساعدة اتحادية مباشرة هذا النظام بات غير عادل ويكبد طبقات الوسطى والفقراء الجزء الأكبر من الضرائب المبالغ الهائلة التي راكمتها هذه الشركات الكبرى في الجنات الضريبية كان يجب أن تستخدم في محاربة الفقر وإعادة إعمار بنا تحتية في أمريكا وليس أن تخفى في مراكز أوفشور كبانما والباهماز وجزر كيمن بهذا نختم النشرة الاقتصادية وللمزيد زوروا موقعنا الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء